يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعلياته في دورته الخامسة والخمسين وسط إقبال حاشد من المواطنين يأتي المعرض تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة كما تحل مملكة النويج ضيف شرف هذه الدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فعلياته في دورته الخامسة والخمسين وسط إقبال حاشد من المواطنين حضور لافت من الشباب والأسر الذين يتوفدون يومياً على المعرض لاقتناء الكتب والمشاركة والتفاعل مع الأنشطة الفنية والثقافية الدنيا كويسة وفي ناس كثير بيشتروا كتب وفي ناس صغيرة بتشتري كتب اكتساب المعرفة لم يقتصر على صلاة عرض الكتب بل شمل أيضاً قاعات المعرض التي تنوعت بين الندوات وحفلات التوقيع والفعاليات الثقافية في مرة الكتاب هذا العام أنا بقدم كتاب عنوانه جنوب السودان شهد على ميلاد الدولة هذا الكتاب بيوسق لتجربة انفصال جنوب السودان من واقع تجربة معايشة أنا عاشتها في حدث انفصال الجنوب وأنا كنت متواجد وقت تقرير المصير في 2011 في جنوب السودان في هذه الزيارة وفي هذه التجربة أنا قبلت نغبة كبيرة جداً من السودان ومن شمال السودان ومن جنوب السودان وشخصيات دولية عاصرت هذا الحدث دايماً متعود أقدم قصص سخرة وكتب سخرة يمكن المرة دي الموضوع شوية مختلف لأنه مرتبط بالقصص والحكاياة الإنسانية اللي كانت الناس متعودة تبعتها لي من خلال الانبوكس على مواقع التواصل الاجتماعي ومن هنا جت فكرة اسم الكتاب أنه يبقى اسمه قصص الانبوكس بشعار نصنع المعرفة نصون الكلمة تحل مملكة النرويج ضيفة شرف الدورة ويأتي جناح الأطفال بمجموعة من ورش الحكي والرسم ترجمة نانسي قنقر